كيف يتم توصيل الوصلة السنائية؟ منلاحظ أن رمز الوصلة هو هذا BN فأن هذه الوصلة تسمح بمرور التيار بهذا الاتجاه السهم للشحنات الموجبة ولا تسمح المرور بالعكس وبالتالي في عند التحييز أو توصيله في دائرة فإما التوصيل مباشر كما الشكل منلاحظ أن الموجب يتصل مع B وبهذه الدائرة يمر تيار كهرباء إذن هذا ما نسميه توصيل مباشر أما التوصيل العكسي وهو أن نوصل السالب بB هذا ما نسميه بالتوصيل العكسي وهناك أنواع عديدة للديودات فمنها كما نلاحظ هنا بالشكل في عندي الثنائي الصغير الحجم تيار ضعيف بحدود الربع أمبير ثم الثنائي اللي فوقه بيكون أكبر وهو ثنائي طاقة هذا عندي عبارة عن سنائي ضوئي بلون أزرق وهذا عبارة عن سنائي ضوئي بلون أحمر أو ما يسمى الليد أما التالي فهو عبارة عن ليد أشعة تحت الحمراء أو ما يسمى انفراريد لا يمكن رؤيته بالعين لكن لو كان في كاميرا عبتصور رح نشوفه كيف بيضي كأن يضوء في لوحة الديودات في عندي بطارية ومصباح نوصول مع التوالي مع عدد من الديودات أو السنائيات الثنائي الأول انفراريد أشعة غير مرئية الثاني بلون أحمر هاد بلون أزرق هذا الديود عادي يعني ليس مضيء ليس ليد وهذا بعد أضخم لأنه بمرر تيار يتحمل تيار أكبر كيف يمكن تجريب فقط نقوم بتوصيل نرى إضاءة المصباح إذن يقوم بالتوصيل انحياة زماني هنا يضيء المصباح للزرق أما هنا هنا ألاحظ إضاءة المصباح أما لو استخدم التليفون ثماني أجد من الصباح يضيء السبب لا لأن بدأ يضيء بالعين المجردة لا يرى هذه الإضاءة اللي ملاحظينها الآن هذه الإضاءة اللي ملاحظينها الآن لا ترى بالعين لأنها أشعة تحت حمراء لكن كاميرا تقوم بكشفها إذن هذا عبارة عن بيود ضوئي لكن أشعة تحت حمراء كما موجود فيه أي ريموت مكيف ولا عند الضغط عليه هذه أشعة تحت حمراء غير مري أما في حال التحييز العكسي لو أخدت أي واحد منهم أضاء المصباح سويت تحييز عكسي فإنه لا يمر تيار كهربائي لأنني أصبح في حال التحييز عكسي لا يمر من أي ديود من الموجودين أما الحال الأولى اللي شرحناه فكان التحييز مباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر